ازايكم عاملين ايه؟ انا دكتورة منا السيد لو انت بتدوري على كريم لمنطقة تحت العين يكون بيعالج الهالات والانتفاخات والتجعيد وفي نفس الوقت يكون كونسيلر طبي بيدي تغطية عالية كمان امن خلي من اي مواد ضررة تقدر تستخدميه بشكل يومي تقدر تنامي بيه تقدر تروحي بيه الجيم ما فيش منه اي ضرر في الفيديو هرشح لك اوضل انواع كونسيلر طبي لو اول مرة تشوفيني ومهتمة بمحتوى الشعر والبشرة والصحة بشكل عام ما تنسيش تشترك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة وتعملي اعجاب على الفيديو عشان يوصلك اكبر قدر من الناس ويستفادوا تابع معايا الفيديو الاخر لان عندنا هالات مدايقانة واول حاجة بنلجأ لها ان احنا بنستخدم كونسيلر بس الكونسيلر اللي اقدم هو بيخفي عندك العيوب لانه هو بيقى في مواد ضررة زي مثلا النحاس زي النيكل زي العطور زي الكحول الحاجات دي كلها مع الوقت اصلا بتعمل اجهاد لشكل العين يعني الكريمات الكنسيلر من اكتر الحاجات اللي بتزود اصلا الهالات السودة وبتخليك عرضة لان يحصل لك تجعيد بشكل مبكر اول خطوط اللي هي التعبيرية اللي بتيجي تحت العين بعد كده خلاص متفقين ان انا ماينفعش افضل استخدم كونسيلر كل يوم عمال على بطال وكمان استخدم حاجات التغطية بتاعتها عالية لان دي اول حاجة هتخلي منطقة تحت العين عندي تتبهضل بسرعة وتعجز بسرعة ففكرة الكنسيلر الطبي ان هو بيكون فيه تغطية مناسبة تنور عندك تحت العين وفي نفس الوقت ما فوش المواد ضررة اللي احنا اتكلمنا عنها اللي مع الوقت هتديك اصار سلبية يعني انت كده كأنك بتتربع على السوري بحضر واحد انت بتستخدمي كونسيلر الطبي ما فوش اي مواد ضررة ضمنا ان انت مع الوقت مهما استخدمتيه على المدى البعيد مش هعملك اصار جنرية مش كويسة كمان مع الوقت ان انت بتستخدمي حاجة فيها مواد المواد دي بتحسن منظر الهالات فبتبقى حاجة كده عليجية وتجميلية في نفس الوقت نبدأ بقى نرشح ايه الانواع اللي انا بفضلها من الكنسيلر الطبي اول حاجة هرشحها لك هي كونسيلر طبي من شركة اسمها ألوجين ده 30 ميلي وسعره 118 جنيه اعتبار سعره مناسب بالنسبة لانه يقعد معاكي مدة كويسة المكونات بقى بتاعته اللي شغالة عندنا على الهالات عليك العرق سوس اللي هو الليكرش وده بيساعد على التفتيح عندك كمان دي الشاي اللي اخضر الشاي اللي اخضر من المواد المضادة للأكسادة اللي بتساعد على التفتيح وبتدي تأثير كويس مع الهالات الوراثية عندك كمان دي مادة تشتغل على التجعيد كمان في الوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هو ممتاز قوامه كويس سهل الفرد مش بيعني اي كلكع تحت العين بيدي تغطية متوسطة هو كمال مستو ان هو سهل الفرد يعني انت مسلا لو عنديك الهالات جمد قوي ممكن ان انت تحطي منه طوقة وتستني شوية لما تنشف تحط طبقة تانية هتلاقي ان هو ادي معاك تغطية عالية جدا فكده اول منتج معانا الوجين بمية وتمانتراشر ايضا 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 بسرطيب معانا هو من شركة انفينيتي وده بتبقى العبورة بتاعته اربعين ملي تخطيطه حلوة جدا درجة اللون بتاعته جميلة تناسب لونك لونك فاتح او لونك امحي الدرجة بتاعته اللي هي الدرجة البيش كده اللي بتمشي مع اغلب الوان البشرة بتاعتنا قوامه حلوة جدا سهل الفرد التخطية بتاعته تعتبر متوسطة وزي ما قلتلك اي حاجة انت عادة تعالي التخطية بتاعتها ممكن تحط منها طبقتين فوق بعض ايه بقى المكونات بتاعته بيكون من بيتامين سي طبعا معروف عشان التفتيح كمان من الكولوجن ده طبعا عشان التجعيد في مادة جميلة جدا برضو للتجعيد اللي هي الريتينول دي بتساعد على تحسين منظر التجعيد وتحسين منظر الخطوط الرفيعة او التعبير اللي بتيجي تحت العين كمان فيه خلاصة القهوة القهوة مضادة اكسادة بتساعد على التفتيح لا تأسير حلوة جدا مع الهالات الوراثية اخر حاجة فيه هي خلاصة بيتامين اي اللي بيساعد على تنظيم افراز الضهون في المكان وبالتالي بيساعد على ترتيب منطقة اسفل العين تقييم المنتج شركة انفينيتي التغطية بتاعته كويسة جدا سهل الفرد بيدي نور جميل جدا لتحت العين مش بتحس ان انت حط حاجة يعني منظره طبيعي يعني لما حد يشوفك مش يقول انك حتى كونسيلر كأن منظر عينك منور طبيعي من الانواع اللي فعلا بتدي تأثير مع الاستخدام اه ليه الهالات يعني هتحس بفرق لو انت الهالات عندك متوسطة هتحس بفرق مسلا خلال اسبوعين استخدام لكن لو انت الهالات عندك شديدة شوية ممكن مع الاستخدام مدة اطول شوية زي مثلا شهر هتحس بفرق كويس جدا معاه. انا بصراحة بحب المنتج ده وبشوف النوع من افضل انواع الكونسيلر الطبي اللي موجودة اللي عبوها بتاعته اربعين ميلي سعره حوالي امتين وعشرين جنيه. في نوع بعد كده احب بتكلم عنه بسرعة اللي هو تابع شركة كلاجرا. شركة كلاجرا كيتعامل لمنتج كونسيلر طبي وفي نفس الوقت علاجي وهو فعلا لمكوناته حلوة فيه برضو خلاصة فيتامين ناسي وكولاجين وفيتامين اي والكلام ده كله. بس بصراحة المنتج ده ما عجبنيش نهائيا ولا انصح ان حد يشتديه. آآ لانه ببساطة حقيقة شبه المية. يعني تحس ان هو قوامه مش مش قوام منتج يتحط تحت العين. مفروض ان اي منتج تحت العين بيقى قوامه تقيل شوية. علشان يثبت في منطقة تحت العين. لكن ده تحس ان هو زي المية كده قبل ما تستخدميه حتى مش بيثبت. يعني مش بيثبت تحت العين تحس ان هو هينزل كده. تحس ان هو خفيف ومش بيدي اي تخطية. وبيختفي تماما. وملوش اي تأثير على آآ الهلاب. صراحة المنتج ده ما عجبنيش خالص. ومش بنصح ان حد يشتريك ككونسيلر طبي كده اللي هتكلم عنه. آآ هو تبع آآ كونسيلر طبي تبع شركة كليو. التركيبة بتاعته قريبة شوية من تركيبة شركة انفينيتي انه برضو فيه فيتامين سي وفيه خلاص الكافيين وفيتامين اي وفيه كولاجين. آآ بس زيادة عنه. فيه كمان كافيين بس زيادة عنه انه فيه هيلورينيك اسد. برضو ده بيخليه يرطب العين بشكل كويس وبيحسن منطقة تحت العين. طيب انا بقى ترشيح ايه في المنتجات دي? لو انت بالضواري على حاجة تكون بتدي تخطية اللي هي كونسيلر طبي بس مالوش تأثير يعتبر خالص على الهالات او الخطوط يعني بتستخدمي كونسيلر عادي زي ما انت بس الفكرة ان هو يكون طبي وامن وفيش منه اي ضرر ان انت تستخدميه على المدى البعيد تقدر تستخدميه بقى بشكل يومي تقدر تستخدميه وانت نايمة تقدر تستخدميه وانت مسلا بتلعبر يده وبتاع رأي عليك وعلى الالجين. انه سعر كويس مية وطمانتاشر بنلعب هو مقاسة كويس وتقعد معاك كتير وفي نفس الوقت هو التغطية بتاعته حلوة وقاومه خفيف وبتفرد بسهولة. لو انت بتختاري حاجة ما هي تدي معاك تأثير علاجي في نفس الوقت مع الكونسيلر يبقى هتختاري بين وكليو. طيب انا تقييمي بين المنتجين ايه? تقييمي ان منتج افضل. يعني عنه افضل بكتير من كليو ان هو بيتفرد بسهولة وان هو مش مش بيكالكع تحت العين وان هو فعلا فعلا ليه تأثير على الهالات وبيحصن المنظر مع الوقت. حتى في اه بنات مسلا بتبقى الهالات عندها جديدة بتلاحظ ان مع الوقت ان هو فعلا بيخففها. بصراحة انا بحب فكرة الكونسيلر الطب جدا. اه المشكلة ان هي تستخدمي حاجة تعالج وفي نفس الوقت ان هي تديك تأثير كويس ويديك تغطية حلوة ونور تحت العين كأنك حد طبيعي الهالات عنده خفيفة خالص. وفي نفس الوقت تعالجي. انا بحب بصراح فكرة المنتجات دي جدا عشان كده تشجعت ان انا اكلمكم عنها النهاردة. اتمنى يكون الفيديو اشترك معنا في القناة عشان تشوفي الفيديوهات الجاية. اشوفكو على اخير ان شاء الله في دي جديد.